موسيقى نفقى في السوق السعودي مشاهدين حيث تعتبر إدارة رأس المال الجريء حديثة الولادة في الاقتصاد السعودي وتستهدف الإدارة الجديدة لقطاع المنشآت الريادية سريعة النمو تحظى الشركات القادرة على المساهمة في تحفيز وتنمية الاقتصاد من خلال إيجاد فرص العمل وأيضا نقل التكنولوجيا والمعرفة بالاهتمام الأكبر شركة الخبير المالية لإدارة الأصول كانت قد أطلقت إدارة رأس المال الجريء بهدف دعم الشركات الناشئة ودعمها من خلال التركيز على تنمية أعمالها للحديث أكثر حول وحدة الرأس المال الجريء في الخبير المالية ينضم إلينا من استوديوهاتنا في الخبير من جدة السيد خالد سليماني رئيس إدارة رأس المال الجريء في شركة الخبير المالية أهلا بك معنا سيد خالد دعنا نبدأ بهذا الحديث ربما الخبير المالية هي الشركة الأولى التي حصلت على ترخيص من قبل هيئة سوق المال للاستثمار في رأس المال الجريء ما هو هدفكم بعملية الاستثمار في هذا المجال في هذا التوقيت تحديدا شكرا أخت ميساء الحقيقة المملكة العربية السعودية والعالم العربي بوجه عام يتميز بالعدد الكبير من الشباب اللي هم متمرسين في استخدام الإنترنت عندنا فيه أكثر من 150 مليون مستخدم هذه الأمور بالإضافة للبوم اللي ثاير في موضوع تكنولوجيا المعلومات وسهولة استخدامها وسهولة الوصيل إليها عن طريق السمارتفون أدى إلى حدوث العديد من الشباب متجهين لعملية العمل في هذا المجال وإنشاء الشركات الناشئة مما ولد فرص جديدة للاستثمار سواء للمستثمرين أو للشباب يكون عندهم رغبة في التوسع وتوسيع عمالهم ويحتاجوا لأموال بالذات في المراحل الأولية وبالتالي فإن مبادرة الخبير الهدف منها تستغل هذه النقطة طيب يعني أنتم تطلقون هذه الوحدة بالوقت اللي كنا شفنا عدة صناديق سيد خالد حكومية أيضا تدعم المشاريع وبالتالي كيف ستكون المنافسة اليوم بما تقدمونه من دعم لهذه المشاريع وما تقدمه أيضا الصناديق الحكومية الحقيقة شوفي أنا ما أعتقد أنه في منافسة مع الصناديق الحكومية ولكن هناك تكامل الصناديق الحكومية يمكن تكون أكثر تحفظا باعتبارها أنها تستثمر في الشركات في مراحل شوي متقدمة الشركة الناشئة تمر بخمسة مراحل في عمرها من مرحلة الفكرة والتحقق من الفكرة مرورا بالنمو إليه التوسع نحن عندنا في أكثر من 2 مليار من صناديق مختلفة ولكن التركيز يكون في مراحل البدائية اللي هي مرحلة التأسيس من ناحية حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال التي تدعمها الدولة أو في المراحل النهائية اللي هي التوسع تكون الشركة ربحية وتحتاج للتوسع وأكثر من كده وبالتالي صار عندنا فجوة في النص يسموها الفوندين جاب نحن جايين في وسط هذه الفجوة نحاول نسد هذه الفجوة وصندوقها أو المبادرة حق الخبير ستكون متخصصة في سيريز A فوندينج أو المراحل الأولية من الاستثمار حق رأس المال المخاطر أو الجريء وبالتالي سيكون في تكامل بأي القطاعات تحديدا سيد خالد سيتكون تركيزكم سنديق رأس المال الجريء بوجه عام تركز على القطاعات سريعة النمو اللي هي الـ Highly Scalable Startups والهدف منها طبعا هي طبعا المخاطرة عالية ولكن احتماليات الحصول على الربحية عالية أكثر بكثير من البزنس التقليدي وبالتالي نحن نركز على شركات Highly Scalable كلاسيكيا الشركات Highly Scalable عادة تكون في مجالات التكنولوجيا المتطورة وبالتالي نحن ندور على Highly Scalable لكن مجالات التكنولوجيا المتطورة مثل الانترنت الأشياء مثل وسائل التواصل الاجتماعي قنوات التواصل الاجتماعية الفيديو جيمينج التجارة الإلكترونية التي وصلت الآن أكثر من 11 مليار دولار في العالم العربي وتزيد هذه المجالات بالتحديد هي الغالبا التي ستكون التارجت حقنا والتي أغلب الشركات الناشئة الآن تركز عليها يمكن ذكرت رقم 2 مليار ريال داخل السوق السعودي بالنسبة لدعم هذه المشاريع لكن عالميا سيد خالد نحكي عن 14 تريليون دولار يمكن تحظى بها هذه المشاريع وبالتالي هذا السؤال المطروح اليوم لماذا التخوف لماذا ندرت الشركات اليوم بالسوق السعودي التي تدعم هذا النوعية من المشاريع هل هي يعني عامل المخاطر الأكبر الذي تتخوف منه الشركات برأيك والله هي مجموعة من العوامل أنا ما أعتقد أنه الآن المشكلة عندنا مشكلة مالية إنما هي مشكلة إقدام وأعتقد أنه الخبيرة المالية بصفتها أصلا شركة ريادية ابتدت قبل عشر سنوات ونموت هذا النمو الكبير ما شاء الله ولت واحدة من أكبر الشركات في المجال خلها تقدم على هذه الخطوة المشكلة عندنا إنه فيه فلوس ولكن يمكن في المكان الغلط يمكن ما في الخبرات الصحيحة الشباب نفسهم دوبهم بادئين في هذا المجال يعني 2010 كانت نقطة مفصلية في موضوع الشركات التكنولوجية بسبب رخص عملية إطلاق شركة ما يحتاج لها عشان تطلق شركة هذا المبلغ الكبير وبالتالي صار عندنا بوم الشباب المتعلم اللي راجع ما زالت في بدايتها بتبني الزخم اللي إن شاء الله حنوصل به للمراحل للدول المتقدمة لكن إحنا طبعا في الدول العربية ما زلنا في بداية الموضوع ولكن الشباب فيهم الخير نسبتهم 85% من العالم العربي وفي السعودية بالذات واعتقد أنه هم حيسويوا انف ماس أنه أموال أكثر تدخل إن شاء الله في هذا المجال طيب أخيرا سؤال سيد خالد يعني بعد حصولكم على الترخيص ما هو عدد المشاريع التي ستبدأون بدعمها يعني قدامكم مجموعة من المشاريع الآن وهل تم وقع الاختيار على نوع معين من هذه المشاريع طبعا شركة الخبير إن جنرال هي شركة مرخصة من هيئة سوق المال شركة متخصصة في إدارة الأصول والآن نحن سنبدأ بعد الإعلان هذا أنه نبدأ ويأسس الفرص الموجودة وطبعا كل الشركات ستقدم عن طريق موقع الخبير الإلكتروني ونبدأ نطالع في الفرص وفي العديد الحقيقة من الفرص الواعدة جدا جدا للشباب والشابات السعوديات اللي نتمنى إن شاء الله نستثمر فيها سيد خالد السليماني رئيس إدارة رأس المال الجري في الخبير كنت معنا من استوديوهاتنا أيضا من الخبير المالية في جدة شكرا جزيلا لك وبعد قليل سنتعرف على تأثير حقوق الأول ترجمة نانسي قنقر